هيا ازعمل inverse لplus لفنكشن f في s بالتساوي s التكعيب زائد 5s² زائد 9s زائد 7 على s زائد 1 في s زائد 2 اول حاجة بعملها اي؟ بتشيك الدجري تاعت الباست والدجري تاعت المقام مفروض ان دجري المقام تكون اكبر من دجري الباست مش بتساويه احد لازم تكون اكبر لما جيت بصيت هنا دجري الباست 3 دجري بتاعت المقام عبارة عن 2 يبقى ماينفعش ادخل على حالة من الكلة حالات اللي احنا قلنا عليهم اللي هما real different real repeated أو complex ماينفعش هنعمل ايه؟ هنعمل اسمه مطوله طبعا لازم افكر القوس عشان اعرف اقسم فهتبقى s تربيع زائد 3s زائد 2 استكعيب على الس تربيع فيها الاس s في استربيع بايت اس تربيع زائد 3s تربيع زائد 2s هترح فهتبقى استكعيب واحد مع استكعيب طبعا فبايت 2s تربيع زائد 7s زائد 7 نفس الموضوع 2s تربيع على s تربيع فبايت 2 2 فبايت 2s تربيع زائد 6s زائد 4 هترح فهتبقى s زائد 3 ما خلص ماينفع شقسان تانى ف ال f of s هتساوي الناتج اللي هو s زائد 2 زائد الباقي على المعسوم اللي هو s تريع زائد 3s زائد 2 هل المنزة ده اقدر اعمله انفرس؟ بالمنزة ده كده عطول طبعا ما قدراش اعمله انفرس قبل هعمل ايه؟ هو قصلا المقام بتاعي عباري عن ايه s زائد 1 s زائد 2 نوع v ساوي s زائد 2 زائد s زائد 3 على s زائد 1 s زائد 2 هتساوي s زائد 2 والجزء ده هبدأ ادرسوا بقية الحالة من الحالات بتاعيتنا طبعا درجة المقام اكبر من درجة البسط ثاني حاجة اصفار المقام بتاعتي الودس تعطي عبارة عن سلب 1 وسلب 2 فهم عبارة عن مريل ودفرنس يبقى دي الحالة الاولين فهتبقى زائد a على s زائد 1 زائد b على s زائد 2 بعدين ابدأ اجيب قيمة a وال b a عند s بتساوي سالب 1 هتساوي انا هاخد مين دا؟ هاخد معي s زائد 2 معي لا مش هاخد s زائد 2 لان دول جايين من هنا فانا بعمل partial fraction على الجزء ده بس سالب 1 فعبقى a لما s بتساوي سالب 1 هروح جايب كاتب الجزء ده بس هشيل المقام بتاعي ال a اللي هو باية s زائد 3 على s زائد 2 لما s بتساوي سالب 1 هيطلع معي 1 نفسنا اضع بالنسبة لل b لما s بتاعتي بتساوي سالب 2 هتساوي s زائد 3 على s زائد 1 هتبقى s بتساوي سالب 2 سالب 1 1 تطلع معي بتساوي سالب 1 يبقى اذا ال f في s هتساوي s زائد 2 زائد a ب 1 فبعت 1 على s زائد 1 سالب 1 فبعت ناقص 1 على s زائد 2 f هتساوي 1 على s زائد 1 عبقى عن e قص t 1 على s زائد 2 e قص 2 وما لل s والاتنين بالنسبة للاتنين هتنزل طيب تفاضل plus inverse بتاعها هيطلع عن impulse function هنبقى نشرحها بعدين بالنسبة لل s هتبقى d by dt delta t كده قصد المسألة تقريبا دي كانت اغلبية الافكار اللي موجودة في la plus transformation سواء ان انت تتحول من time domain الى s domain او ان انت تعمل partial fraction وتحول من s domain الى time domain موقف بس ان انت تتضرب وبعد ما هتتضرب قدام شوية هنبدأ نشرح الحاجات بالتفصيل وقاليم جات ازاي بالتفصيل